موسيقى موسيقى الشرطة لها هي النقطة للمرحلة الانتقالية واللي كان الهدف الأساسي بالنسبة للمجلس هو أن ضمان الاستمرارية للمرفق العمومي في إطار المرحلة الانتقالية اللي كان عيشها بعدما المؤسسة درت مستر ديال طلب عروض دولي وحددت في صفقتين صفقة مرتبطة باقتناء الحافلات 350 حافلة وصفقة مرتبطة باختيار المستغيل الجديد اللي غادي يستغل الشبكة في المرحلة المقبلة واللي انتهت المسترة بالاحتفاظ بالعرض اللي قدمته شركة ألزا واللي هي بطبيعة حل اللي غا تكون الشريك في المرحلة المقبلة في صفحة الجديدة ديال النقل عبر الحافلات بالنسبة يعني الساكينة ديال 18 الجامعة اللي كتشكل المؤسسة للتعاون واللي غادي يكون ان شاء الله يوم 15 كتوبر غادي نعرضه على المجلس العقد الجديد اللي غادي يبطنع هذه الشركة وكذلك اه انتداء بشركة ضل بيدا النقل باش تقوم بالمهام المراقبة والتتبع والمسترة بالنسبة للاقتناء راه جارية باش مكلينا تكون عندنا 350 حافلة في المجموع الهدف هو انه في غضون يعني الدخول المقبل تكون عندنا 700 حافلة ومتعهيد جديد لغادي يبطنين الان العمل ديالو اللي هي شركة ألزا ولكن غا تكون عنده الشبكة او الأسطول مكتامل بعد سنة من الان بإذن الله أولا كما أكت شهر نوانبير كنا عندنا المرحلة الانتقال اللي كتبدأ قبلها باش نضمنوا الاستمرارية ديال المرفق وكذلك ابتداء من فتح نوانبير تكون العقد الجديد لكن الأسطول الجديد هذا خصوه باش يمكن اقتانيوا الحافلات في السوق الدولية هذي خصوهم على الأقل كما في الاتفاق اللي صحو في الثمثباتي هنا هو نهاية غشت بداية شو تنوانبير المقبل بمن آخرنا نتحدث على أن الأسطول الجديد بكل وضوح سيكون جاهز بعد مصدر الاقتناء ديالو اللي قد يأخذ على الأقل الدخول المقبل أي يعني أكتوبر نوانبير المقبل بإذن الله لكن المتعاهد الجديد والشركة الجديدة بالاستغلال هذا بطبيعة الحال لضامة الاستمارة المرفيق ستكون ابتداء من تنفيذ هذه المقرارة بالمجلس الأسطول الجديد فيه صنفين فيه تقاسم النص سيقضي 350 سيقتانيه الشركة ديالالزا و350 نقصيها بشكل مباشر من طرف المؤسسة للتعاون بالنسبة لنا هذا نوفمبر المقبل سيكون الشركة الجديدة ديالالزا لكن عاد هي قد تدر المصطرات ديالالاقتناء الحافلات الجديدة بالأسطول الجديد لن يكون جاهزان بكل وضوح إلا في الدخول المقبل أي نوانبير مشاهد نوانبير إلى نوانبير ديالالفين وعشرين بإذن الله نحن ندروس مع من هنا للمرحلة الـ 15 أسوبر ندروس مع الشركة أرزا إذا كانت هناك إمكانية لعلى الأقل التحسين ما يمكنه تحسينه وفي انتظار اقتناء الحافل الأسطول الجديد اللي غد يكون جاهز كيما قلتكم في نوانبير الفين وعشرين طريقة الأمكان باش نحسنو على الأقل وضعية لأنك تعرف الأمكان تظهور ديال الخدمات خصوص لما عرفت الشركة بأن هناك نزاع قضائي هناك نهاية العقد كين معاناة ديال العمال وليه نشكره الشركاء الاجتماعيين في الانخيرات الإيجابي باش نمر يعني هذا النجاح هذا المرحلة الانتقالية وكذلك نطلب من المواطنين أن يتفهموا هذه المرحلة الانتقالية من نهاية العقد وتدبير عقد بإمكانية المرور تحت الحراسة وضعه تحت الحراسة وإحلال محلة ومقاولة ألزا باش يمكن نجح جميع هذه المرحلة الانتقالية في أفوق بذوصفها جديدة فعلا بمتعهيد جديد الذي تقرر ولكن بأسطول جديد في غضون نوانبير 2020 بإذن الله